وصولا بكرة القدم بكرا ان شاء الله الفريق كرة القدم انهى استعداداته لمباراة سموحها غدا في برج العرب المباراة مهمة جدا طبعا في اطار الدوري الممتاز فرقتنا الحمد لله ماشي بشكل جويس يمكن في يوتشر يعني بيطارد النادي يعني بنتيجه وبيحاول يعني يقلس الفارق ولكن كلنا الثقة الحمد لله فرقتنا فرقتنا يعني الحمد لله في حالة جيدة يعني فنيا اللعبة فايقة في يعني شغل بيحصل الفرحة خلصت استعداداتها ان شاء الله وننتظر كل التوفيق بكرا ان شاء الله لفريقنا في مباراة سموحها عشان بعد كده نرجع افريقيا مرة اخرى مباراة السبت والرجاء باذن الله المباراة دي اللي مهمة جدا في دور التمانية مباراة الذهاب الستارتنج بتاعك في الجد خلاص المجموعة مسؤولية والنادي الاقل يستطيع انه يتأهل على يعني حساب الهلال وبعد كده ان شاء الله بنخود مباراة دور التمانية مهم جدا لستارتنج مهم جدا المباراة بتاعت يوم السبت ان شاء الله والجميل في المباراة النادي الاهلي اعلن منذ يعني وقت قصير انه طبعا اخد الموافقات الامنية بحضور 52 الف متفرج او مشجع ان شاء الله يكونوا فيه مباراة خليني كمان اقول لحضراتكم البيان اللي تم نشره دي صورة منه على موقع النادي الاهلي الرسمي النادي الاهلي يعلن عن موافقة الجهات الامنية على حضور 52 الف مشجع لمباراة الاهلي والرجاء المغربي يوم السبت المقبل باستاذ القاهرة في ذهاب دور الثمانية لدوري الابطال الاهلي يشكر وزير الداخلية والقيادات الامنية للموافقة على حضور 52 الف مشجع لمباراة الرضاء وجه مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة الكابتل محمود الخطيب الشكر والتحية الى السيدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكل القيادات الامنية على تلبية طلب النادي بالموافقة على حضور 52 الف مشجع لمباراة الاهلي والرجاء المغربي يوم السبت المقبل باستاذ القاهرة في ذهاب دور الثمانية لدوري الابطال وعبر المجلس عن خالص تقديره لرجال الامن وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها وما يتحملونهم المسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف وأن النادي الاهلي هو يعتز دوما بتمثيل بلاده في المحافل القرية يثمن تلك المساندة التي يلقاها من مؤسسات الدولة التي تؤلي مصلحة الوطن وفي المقدمة وزارة الداخلية وشركة دذكارتي وشركة استداد الوطنية الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم من بارح وكنا بنتكلم قبل انطلاق الاستوديو التحليلي لمباراة المباراة الأولى بين أهل زمان الكروة الطائر الرجال قلت لحضراتكم أن جمهور النادي الاهلي يعني بيغير خريطة النهاردة الحضور الجماهيري كلما يعني الجماهير بتتواجد في مباراة وكلما المباراة بتعدي بشكل جيد في مؤسسات الفريق والالتزام والانضباط في الدخول والخروج والانضباط في التشجيع أكيد كل ده بيشجع الجهات المعنية أنه طبعا تسمح لجماهير النهاردة قبل كده كان خمسين نهاردة تنين وخمسين ان شاء الله يجي اليوم اللي هنشوف استاد القاهرة بياخد السعة الكاملة لمباراة النادي الاهلي وده ان شاء الله الحلم وزا ما قلت لحضراتكم مبارح وان الكلام ده ما كناش لسه عرفنا ان في اتنين وخمسين الف متفرجة يحضروا ان شاء الله بحاول قوة الله سبحانه وتعالى ما كناش عارفين ان ده يحصل في يوم السبت ولكن كنا قلنا ان النادي الاهلي الحقيقة جمهوره سبق جمهور النادي الاهلي سبق زي ما مجلس إدارته دايما سبق زي ما لعبته والاجهزة الفنية سبقين دايما جمهوره سبق نهاردة النادي الاهلي جمهوره ان شاء الله لما يحضر المباراة القادمة ونفس الكلام ونفس الاندباط ونفس الحضور ونفس التشجيع وعالمؤاثرة القوية واللي ان شاء الله بتنعكس بشكل مباشر على النتيجة وكان اكبر مثال مباراة الهلال السوداني ان شاء الله يعني هيبقى فيه مزيد والمزيد لغات ما نرجع تاني ورات الدوري نلاقي الأستاذ موجود وجمهور النادي الأهلي الحقيقة الفرقة فرقة النادي الأهلي أو أي لعيب احنا كنا لعيبة وكنا يعني موجودين في الملعب لما بتلاقي جمهور النادي الأهلي بيسندك انت بتتحول بتتحول بشكل كبير جدا لأن الناحية المعنوية بتبقى عالية المؤذرة لما تلاقي نفسك انت هبطت في الملعب وتلاقي الجماهير بتشدك وبتقولك يعني ألعب يا أهلي ألعب يا أهلي بتلاقي نفسك يعني بتستحضر قوتك وتغلب على التعب اللي انت حاس به عشان تبزل مجهود اكتر وجود الجماهير يعني بيديك زي ما بيقولوا كده باللغة يعني الميكانيكا تيربو تيربو باور بيديك يعني قوة مضاعفة لجوة الملعب وده الطبيعي اللي احنا كنا كلنا دايما بنتمناه ان الجمهور النادي اللي يكون معانا في كل مكان